اشتركوا همك اشتركوا هنوات و雨 هامات والمدينة الجماعية الخاصة بالبنات والله انا اللي اقدر احكيه لحiliationك اللي انا انا بشوفه عندنا في الجامعة لكن مدية الجماعية قش devil المدينة الجماعية انا الا ما هو فوحش انا ما انه ل tool طيب قلينا في الجامعة الي بيحصل عندنا من اول a term esque one term ان المزاهرات بتاعت البنات مستمررا يوميا الا اقلها بس هي المجهرات اللي هي بيطوفوا حول الكليات مختلف الكليات عندنا في الحرم الخاص بالبنات وبالطابل المزامير والحاجات دي وبيهتفوا الهتفات بتاعتهم لكن في حوالي التلات أسابيع الأخيرة الموضوع يتسعد يتفاقم يعني غيروا من طريقتهم بأنهم ابتدوا يقطح من الكليات نفسها احنا القسم بتاعنا قسم اللغة الفرنسية في الدور الرابع في كلية الدراسات الإنسانية فهم بيدخلوا القلية وبيتلعوا الحد عندنا فوق في القسم برضو في الأول كان مجرد من هم بيمشوا بيهتفوا في الكوري بارز يعني بتاعت الكلية ما بينهم درجات فبالتالي يعني يعبروا كما يشاءون يعني محدش بيقول حاجة بس في الفترة الأخيرة بقى التطور اللي كان فعلا غير مقبول بالمرة وهم ابتدوا يقطح من المدرجات أسماء المحاضرات نفس الحكاية طبعا حصلت معاك يا دكتورة مونا يعني شاهدت كل هذه الأحداث المؤسفة تماما يعني هو يمكن حصل أنه هو ابتدت اقتحام المربع يمكن من قوائل ديسمبر وحصل أول احتكاك الحقيقة بأعضاء هيد التدريس يمكن ده فيديو موجود على اليوتيوب تقريبا في تاريخ 7 ديسمبر أو قبلها بشوية بعد كده ابتدت محاولات منع الدراسة في الكلية أو في الكلية عندنا وبعدين في الكلية المختلفة ثم مؤخرا يعني أنا شخصية منعت من أو يعني كانت هناك محاولة من جو المدرج يعني أنه اختحام المدرج ومنع من أداء المحاضرة وطبعا ده حصل فيها اشتباك يعني تم الاعتداء على حضرتك يعني يعني كانت بداية محاولة الاعتداء بس الحقيقة أستاذة هيبة يعني تدخلت وبقيت المعيدات وزملائي موظفي القسم يعني يعني احنا عندنا طبعا احنا كلنا سيدات فيه اتنين من الرجال المسؤولين عن القسم هما حاولوا يحولوا يعني يعني اثاروا انه ما يكونش فيه اعتداء يا دوي اه اه طبعا الفيديو اللي احنا عارفينه اه لا ده 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 فيديو تاني كمان يعني ده 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 حاول بس أنا شفت الاعتداء على الاثنين اللي هتريد بتتكلم عنهم ده الموظفي القم حاول بتتكلم عنهم موظفي القم ده ده في اول يوم الاقتحام الكليا اول محاول الاقتحام الكليا وحصل طبعا الشابين قصيبوا واحد عنده تهابتك في الاربطة في الساق لكن ده ده من فترة يعني بس الاسبوع اللي فات دول مش كمان دول موظفينا عاديين كمان في الكليا يعني مش موظفي الأن وفي الدرر في القسمة يعني من زمائينا في القسم بتاعنا احنا وطبعا اتضربوا برضو يعني بس ما الحقيقة اتضربوا من البنات طبعا الفيديو هتلاقيه حالك على رصد بلعب السلعكس بلعب السلعكس تماما على انه انا وانا في هذه الوقع كانوا بيصوروني بيشاور علي بقولي بلتا جا يعني انا بحاولي بكلم بس طبعا باين انه منفعلة بقولون لي بتعملوا كده الى اخيره بيصوروا بيقولوا بلتا جا في حين ان هما دخلين على يعني هما هما اللي دخلين على اياه يعني عشان يمنع دراسة حضرتك بطلق المخابر اي تمام دكتورة هبا يعني برأيك ايه اللي حول الموضوع بالنسبة للطالبات من مظاهرات كانت بس بتجوب الطرقات بهتفات معينة الى الاعتداء الجسدي يعني هل حضرتك ربطة ده بحدث سياسي معين حصل فكما تكتب انه تغيير في اداء طالبات الاخوان داخل جماعة الازهر ام ماذا يعني؟ عمتا يعني مش حدث بعينه بس هما طبعا من الاول هما بيحاولوا ان هما يعرقلوا مسيرة الدراسة بواجه معين فاعتقد ان هما يعني ساعدوا من خطواتهم نتيجة بالعكس ان لم يحدث ذلك يعني ان الدراسة بقدر امكاننا بقدر امكاننا لن تتعطل بقدر امكاننا يعني وبالتالي دخلنا على الامتحانات وكانت الامتحانات الشفاهية ابتدت اه قبل يوم من الاعتباء علينا في بعض الاقسام فبالتالي هما ابتدوا يقتحموا بقى المدرجات لمعرفش لاخلفتنا لحداث بلبلة شديدة فبالتالي ما استتراجع عن الاستمرار في الامتحانات وهل بالفعل الامتحان استمر ام لا؟ الامتحانات مستمر يعني انا النهاردة كنت بارق بالصبح طبعا كان في صعوبة شديدة قدن وان بارح وكده الامتحانات اتبت من الاربع اه كان في طبع صعوبة شديدة جدا ان انا ادخل المبنى اصلا ان هما واقفين مجموعات منهم على كل البوابات بتاعة المبنى مداخل المبنى وانا فيش تعامل مباشر معاهم وفي تاليبات كتير جدا نقدروش ان هما يدخلوا الامتحان بتاعهم وفي ناس داخلت بعد الامتحان بساعة انا اشخاصين دخلت بعد معايد الامتحان بحوالي مسلا عشر دقربة ساعة اه عن بداية الامتحان بيتم مدى فترة الامتحان او طبعا طبعا الظروف خرج عن ارادة الطلبة طبعا بيراوا ذلك بس للاسف انا مش عارفة بقى حيبقى ايه وضع الطالبات اللي لن يتمكننا من الدخول اصلا يعني فيه طالبات حتى نهاية فترة الامتحان ما ادرونش ان هما يدخل انا مش عارفة بصراحة طبعا هما ظلمة يعني بس الوضع مؤسف هل يا دكتورة مونة لحستي ضمن الطلبات المعتديات يعني ان هناك سيدات او طلبات من خارج الجامعة او من خارج الكلية اه انا شخصيا الحقيقة لا يعني انا ما شفتش سن اكبر فيه في الفيديوهات في بعض الوقاع الاخرى يعني عند كلية الطب والطب بنات او طبعا اه واضح جدا انه فيه ممكن يكون فيه رجال او فيه سيدات من سن اكبر كتير من سنة الطالبات بس بالنسبة لي واجهة الواجهة في الكذا واقع اللي انا شفتهم ما حصلش يعني انه كان فيه بنات حاسيت انه هما ممكن يكونوا مش طالبات اه لكن هما طبعا عندهم قوة اه مش عايزة اقول تبجح يعني او يعني فيه شيء من هذا القبيل يعني او نوع من التدريب يمكن او كذا لكن هو سنة الشباب بس انا كنت عايزة اضيف حاجة هما انا حقيقة بتقول في التسعيد هما بيقرخوا ده او بيقولوا انه حصل على خلفية طبعا الاحكام اللي حصلت ليتها للطلاب الازهر والفاص وكمان الوقع اللي حصلت فيه في المدينة الجماعية وفاة احد الطلاب يعني بعد كده الامور تبدت تبقى تاخد شكل تاني في العنف الجسدي يعني او محاولة للاضراب او لفرض الاضراب يعني لانه يعني حتى طيما كنا بنحاول في المنعشات او في محاولات المناخشة او الكلام انه نقول يعني مفيش اضرب بالعافية بالعافية يعني العايز يضرب اوكي بس يعني ما يفعش ان انت تكبرني ان انا اضرب يعني كيف تتعامل الجامعة بقى مع هذه الاحداث يعني احنا اه سمعنا انه اه رئيس الجامعة طلب تدخل اه الشرطة وانها تكون نبودة داخل الحرم اه الجامعي اللي فض هذه التدهورات غير السلمية اه اه وانه ده يعني لغاية دلوقتي برضه ما نجحش في انه اه يعني اه هذه التدهورات تنفض ولا حاجة بل بالعكس الوضع داخل جامعة الازهر اه لا يتحسن يعني هو كما هو من ساعة ما بدأت هذه المشاكل تفتكري ليه يا دكتورة هباية يعني مشكلة فعلا يعني اللي ما لاحظته فعلا ان تدخل الشرطة عند بانين لم يؤدي الى شيء يعني الوضع لم يتحسن الامور لم تهدأ اه الشرطة انا مش شايفها عندنا في بنات نهائيا فا اه وانا يعني تعامل الجامعة مد بعض الشيء بالنسبة يعني انا انا دكت نفس يعني اه طبعا يعني احنا احنا من نتعرض للحاجات دي يوميا في عمالنا وانا مش عارفة طب ليه ما فيش مسلا اي ردع قانوني للبنات اللي بيعملوا الاعمال دي ليه ما بيتحولوش مسلا لمجالس تقديب ولو اتحولو ازاي بيدخلو الجامعة تاني ازاي بيقدارو من هم يقتحنوا علينا الكلية ويقتحنوا المدرجات جميع مؤخرا من الكلام ده انا انا فيش شيء مش مفهوم من وزيس نظر يعني حضراتك مش فاهمة ازاي هم بيعملو كده كل يوم وجيد واليوم اللي بعد واللي بعد في المجالس التقديب يستمروا بالزبت في ان الوضع قانوني يعني في صورة مجالس التقديب مثلا في صورة الفصل في صورة اي تعامل قانوني معهم ينحوا من ان هم يعتدوا علينا بالمنظر ده طبعا الوضع ان هناك حساسية في التعامل مع البنات يعني ازا كانت الشرطة من الممكن ان تدخل الى مكان يعني الطلبة وتفد مظاهرة تحولت الى مظاهرة غير سنية بتخرب في المنشآت تعتدي على تقم هيئة التدريس الى اخيره ولكن الوضع بيختلف بعض الشيء بالنسبة للبنات يمكن هو ده يكون السبب في انه لا احد يعني يتدخل فيما تفعله البنات في دمعة الازهر طبعا اعتقد حسيت ان هما بنات دي حاجة مهمة جدا وطبعا انا شخصية منها يعني عن نفسي يعني انا طبعا لا امس الى احد بس انا لا ادرك شرطة بالتدخل لانه مش اعتقد ان هو ده مش مش واجبها يعني او مش شرطة نسائية ممكن او اصلا بس انا يعني طب يكون في كمان امن نسائي يعني امن مدني نسائي او شاركة امن اقوى بكتير او يعني في الكثافة العددية او كده نسائي لانو زين حيك شفت الفيديو اللي حيك تكلم عنه اه 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 اي حساسية شديدة جدا بمسبة للشباب ان هما يتعاملوا مع البنات فهم موجودين اه ومش قادرين يعني هو العدد مش مش بهذا الكم المخيف لكن طبعا هما مش قادرين يقربوا بعد مسافة معينة او كذا فطبعا اه دي في فيه فيه حساسية من اه من كده طبعا انا متفاهمة يعني اه 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 اوجيت نظر اه اه يعني اه اه الادارة وكل ده بس انا شايفة يعني اه 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 يعني محصلش حاجة تستدعي انه اه يكون فيه تدخل شرتي بس فيه لازم تدخل امني وفيه ردع امني ومجالس تقديم يعني الوقع اللي حضرتك بتحكي عنها ولكن فيه وقع اخر ممكن تكون مجدوها بعد جنائي يعني اماعة الازهار وعند الطلبة المباني اللي تكسرت والأساس اللي تم الاعتداء عليهم والحرائق اللي قامت ما يتهديش اني مادم يعرف فيها لا طبعا دي وقع جنائية محددة يعني دي وقع جنائية محددة لكن فكرة انه يعني احنا في احداث كليوم فالاحداث اليومية دي اعتقد انه يعني مش ان الشرطة غير مؤهلة لذلك وانه ده بيبحى في فوات المدفع يعني زي ما بيقولوا اوه انه يعني فيه بيقع بتقع اللائمة عليها وكده وانه هما ده مش شريعة هو حالة اللائمة بتقع هذه الايام على الشرطة سواء تدخلت اي لم تتدخل ذلك ايه يا دكتورة هي في هذه النقطة يعني تدخل العناصر الامنية من قبل الشرطة هل في بعض الاحيان دي امطلوب ام انتي مع انه من يحرس او يؤمن الجماعة يجب ان يكون مدني اكسسا الاحداث استثنائية ما هيش احداث مدهرة طبعية في الاساس لو هي مدني لازم هيبقى مدني بشروط يعني المدني المتوفر حاليا لا يستطيع لا يستطيع يعني غير مدرب او غير مؤهل يعني انه هو يواجه مثل هذه الاحداث لان هي احداث مش اعتيارية واحداث غريبة علينا ويعني غريبة عشان ما الوصح يبتجب بس بس يعني ففي حالة عدم توفر الامن المدني اعتقد ان زي محاوتك تفضلت ان ممكن ولو على الاقل شرطة نسائية بصفة مؤقتة اثناء الامتحانات يعني طالما في اسرار على استمرار الامتحانات وان احنا ما نعطلش مستقبل الطلبة اللي فعلا عايزة ان هي تدرس وتكمل حياتها للطبيعية يبقى في الحالة دي ممكن انا استعين بشروطة نسائية ولو بصفة الردع المؤقت الى حين انتهاء الامتحانات امم ا به استفادل او اا LGBro او ráp او اا بضنا毋نا او تأجيل الامتحانات يعني لانه اه اا ا ا�� هي الامتحانات بالفعل بدأة هي الامتحانات اللي بنسميها الامتحانات الخلفات وامتحانات العملية والالامتحانات العملية والالشفاهية يفضل امتحانات المنظرية يفضل امتحانات المنظرية بس طبعا النهاردة مثلا او مبارئ suggestion في امتحان شفافي في قسم الانجليزية يعني تم تحت الحديد والنار